أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة لسيما في المدن الساحلية والحدودية تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع نعقده لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرص بشكل جاد على التحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وذلك ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري باعتباره شريكا حقيقيا في أعمال التنمية ووجه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر والتفاوض من أجل توصل إلى أفضل الأسعار المقدمة كما كلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية ترجمة نانسي قنقر